فيما تتزايد الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وعقب صفقة لتبادل الأسرع تصاعدت حدة الجدل في إسرائيل ما بين ضرورة التوصل إلى اتفاق يتيح عودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة أو استكمال خطط شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية والتي قد تقضي على آخر الفرص أمام إبرامي الاتفاق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس رأى أن دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حركة حماس لكن إعادة المحتجزين الذين تخلت عنهم الحكومة هو أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير على حد قوله ومع هذا الرأي يتفق زعيم المعارضة الإسرائيلي يائر لبيد الذي قال إنه إذا كان الخيار بين وقف القتال في غزة أو إبرامي صفقة فإنه يجب التوصل إلى صفقة تعيد المحتجزين في قطاع غزة وتزامناً مع ذلك طالب بيان لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة بإنهاء الحرب ودفع السمن معتبراً أن الدخول إلى رفح سيكون تضحية إضافية وسيؤدي إلى مزيد من الأسر أو موتهم في الأسر أما التخلي عن خطة اكتياح رفح فقد يتسبب في انهيار الاتلاف الحكومي وهدد كل من وزير المالية بيتسلي إيلس موتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي أتمار بن جفير بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال علقت العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية وتتطبق تصريحات الوزيرين بأن أي صفقة تبادل تؤدي إلى وقف الحرب ستعني نهاية حكومة بن يمين نتنياهو ما بين ضغوط صفقة تبادل أو اكتياح رفح يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو نفسه هذه المرة باختبار هو الأصعب منذ بداية الحرب فإلى أي خيار سيحسم نتنياهو أمره؟